مطلب طالما رفعته المعارضة في وجه الحكومة المستقيلة التي قادتها حركة النهضة حتى تولي مهدي جمع رئاسة الوزراء قرار جمع تغيير 18 محافظا يندرج ضمن القطع مع تركة الحكومة السابقة على صفحتها الرسمية على فيسبوك نشرت وزارة الداخلية قائمة بأسماء المحافظات المعنية وهي تونس ومنوبة وباجة والكاف وسليانة وزغوان ونابل وبنعروس والمنستير والقيروان والقصرين وسوسة وقفصة وقبلي وتوزر وتطوين واسفاقس ومدنين الإجراء الذي اتخذته حكومة جمعة يعد تطبيقا لأحد بنود خريطة الطريق لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة خريطة الطريق تنص على تشكيل هيئة عليا مهمتها مرجعة كل التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محليا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي المعارضة تقول إن النهضة أغرقت الإدارة قبل خروجها من الحكم بألاف من الموالين لها خلال العامين الذين أمضتهم في السلطة وهي ترى وجوب مراجعة تلك التعيينات بينما يطالب مسؤولون في الحركة بمراجعة كل التعيينات منذ الثورة أي قبل ثلاث سنوات قادة النهضة يشددون على أن يجرى التعديل على أساس الكفاءة بعيدا عن كل استهداف للحركة خطوة تدرج في سياق مسعى إلى تحييد الإدارة قبل الانتخابات المقدرة هذا العام تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تنص على تقديم مساعدة تقنية لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المساعدة الأوروبية تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والعملية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بغية إخضاع الانتخابات المقبلة للإطار القانوني والمعايير الدولية رياض عشور العربية